رغم غياب هؤلاء الفنانين عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة إلى أن أعمالهم ما زلت باقية حتى الآن كما أنهم ظلوا في ذاكرات جمهورهم وسوف نستعرض معكم صور هؤلاء الفنانين بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وبعد تقدمهم في العمر أول صورة معنا للفنانة عز كمال وعز كمال تميزت في فترة السبعينات وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة واشتهرت عز كمال بأدوار البنت اللعوب الشريرة وعز كمال ولدت في يوم 28 يناير عام 1952 وتبلغ من العمر حاليا 71 عاما الفنانة لم يقل جداوي اسمها الأصلي صحر الجداوي رمضان من موليد 7 يوليو عام 1967 وتبلغ من العمر حاليا 55 عاما وقد بدأت حياتها كممثلة أعلانات ثم اتجهت إلى عالم الفن والتمثيل وقدمت عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وبعد زوجها من الفنان أشرف صيف أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي وارتدت الحجاب في عام 1996 الفنان يوسف منصور فقد ولد في يوم 16 أبريل في عام 1966 ويبلغ من العمر 57 عاما وقد اشتهر في فترة التسعينات في الأفلام التي تعتمد على الفنون القتالية كما أنه تميز في هذه النوعية من الأفلام وكانت آخر أعماله في المبدر في عام 1999 هدى رمزي وهي ابنة المخرج حسن رمزي واسمها بالكامل هدى حسن رمزي وهي من مولد القاهرة في يوم 10 نوفمبر عام 1958 وتبلغ من العمر حاليا 64 عاما وقد اشتهرت في فترة السبعينات بأدوار البنت الرومانسية المغلوبة على أمرها كما أنها اعتزلت السينما تماما وارتدت الحجاب منذ فترة التسعينات الفنانة مية عبد النبي وهي ابنة الممثل حسين عبد النبي فهي من موليد 30 يناير عام 1955 وتبلغ من العمر 58 عاما وقد اشتهرت مية عبد النبي في منتصف السبعينات كما أنها قدمت مع الفنان سمير غانم مصرحية الأستاذ مزيكا وهي من أنجح المصرحيات التي قدمتها وقد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في منتصف التسعينات نعيم عيسى وهو من موليد 6 يناير في عام 1937 ويبلغ من العمر 86 عاما وشارك نعيم عيسى كبار الفنانين في العديد من الأعمال الفنية المتميزة ومن أبرزها مصرحية ريا وسكينة مع الفنانة سوهير البابلي والفنانة شاديا وقد ابتعد عن الساحة الفنية نظرا لتقدمه في العمر الفنانة نورا اسمها بالكامل علوية مصطفى قدري من موليد القاهرة في يوم 18 نوفمبر عام 1954 وتبلغ من العمر 68 عاما وقد اعتزلت التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب كما أنها سبق لها الزواج من الفنان حاتم زلفقار ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كما أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني ومن أبرز أعمالها على الإطلاق في الملعار مع الفنان نور الشريف والفنان حسين فهمي الفنان أحمد الشفعي اسمه بالكامل أحمد عبد الرحمن الشفعي من موليد 2 أغسطس عام 1971 ويبلغ من العمر 52 عاما وقد ظهر لأول مرة في مسلسل المال والبنون في عام 1993 كما أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل ملك روحي مع الفنانة يسرى الفنانة عز جمال من مولد القاهرة في يوم 18 أبريل في عام 1965 وتبلغ من العمر 58 عاما وقدمت عز جمال العديد من الأعمال الفنية المتميزة ومن أبرزها فيلم تزوير في أوراق رسمية مع الفنان محمود عبد العزيز والفنانة مرفات أمين ثم ابتعدت تماما عن الساحة الفنية وارتدت الحجاب ليلى حمادة من موليد 14 مايو عام 1951 وتبلغ من العمر 72 عاما وقدمت ليلى حمادة العديد من الأعمال الفنية المتميزة ومن أبرزها فيلم إمبراطورية ميم مع الفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر وقد اعتزلت الفن في منتصف التسعينات وقامت بارتداء الحجاب الفنان أحمد مراد من موليد 27 أغسطس عام 1975 ويبلغ من العمر 48 عاما حيث تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وشارك في العديد من المسلسلات منها مسلسل مبارة زوجية كما تقلق فيه مسلسل لدواعي أمنية مع الفنان ماجد المصري والفنان كمال الشناوي ولكنه ابتعد تماما عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة الفنانة صفاء السبع وهي ابنة الفنان محمد السبع فهي من موليد 24 أكتوبر في عام 1957 وتبلغ من العمر 66 عاما كما أنها حصلت على البكالريوس في الفنون المسرحية وعملت لسنوات طويلة في السينما ثم ابتعدت تماما منذ فترة التسعينات وهذا بعد أن تزوجت من زابط شرطة وأنجبت ابنتها عبير الفنانة نسرين اسمها بالكامل نسرين محمد أحمد عبد السلام من موليد القاهرة في يوم 20 نوفمبر عام 1955 وتبلغ من العمر 67 عاما وقد اشتهرت في فترة السبعينات كما قدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم الحفيد وفيلم بديع مصبني كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرزها مسلسل رحلة السيد أبو العيل البشري ومسلسل الشهد والدموع وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم شباب على كفة عفريت مع زوجها الفنان محسن محيد دين ثم اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في عام 1991 شمس البرودي اسمها بالكامل شمس الملوك جميل البرودي من موليد القاهرة في يوم 4 أكتوبر عام 1945 وتبلغ من العمر 77 عاما وبدأت شمس البرودي حياتها الفنية في مطلع الستينات وكان آنة زاك تستخدم اسمها الحقيقي شمس الملوك وقدمت شمس البرودي العديد من الأعمال الفنية كما أنها اشتهرت بمشاهد الإغراء وفي منتصف السمانينات ابتعدت تماما عن الساحة الفنية وقامت بارتداء الحجاب حسن يوسف اسمه بالكامل حسن يوسف حسن من موليد 10 ديسمبر في عام 1934 ويبلغ من العمر 88 عاما وقدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية المتميزة على مضان مشواره الفني كما أنه كون سنائيا ناجحا مع الفنان سعاد حسني وقد ابتعد الفنان حسن يوسف عن الساحة الفنية فترة قصيرة ثم عاد مرة أخرى بعدد من الأعمال الدينية منها مسلسل ابن ماجا ومسلسل إمام الدعاء الفنان محمد العربي وهو ابن الفنان الراحل عبد البديع العربي فهو من موليد 2 أغسطس عام 1946 ويبلغ من العمر 76 عاما وقدم محمد العربي خلال مسيرة الفنية العديد من الأعمال الفنية المتميزة ومن أبرزها الفيلم الديني الرسالة في عام 1976 وقرر اعتزال الفن تماما بعد آخر عمل له وهو مسلسل الظهور لا تموت في عام 1989 وتفرغ للأعمال التجارية هناء صروت اسمها بالكامل هناء عبد الخالق صروت من موليد القاهرة في يوم 25 فبراير عام 1954 وتبلغ من العمر 69 عاما وقدمت الفنانة هناء صروت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التلفزيونية كما أنها شارقت في عدد من الأفلام وقد التزمت وقامت بارتداء الحجاب مما أدى إلى اعتزالها التمسيل كما أنها قامت بأداء الحج أكثر من مرة ونالت الإجازة في حفظ القرآن وقامت منذ فترة قصيرة بإنشاء دار للأيتام وقامت بافتتاحه وكان آخر ظهور لها منذ فترة قصيرة في زفاف ابن غفران الذي يشبه الفنان محمد العربي إلى حد كبير وقد ظهرت في حفل الزفاف وهي ترتدي النقاب والفنانة هناء صروت كانت فنانة ملتزمة في جميع أدورها وكانت ومزالت لها رصيد كبير جدا من الحب لدى الجماهير مع خالص الأمنيات القلبية للفنانة هناء صروت بدوام الصحة والعافية وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر